كشف مصدر نيابي مطلع عن اتفاق الكتل النيابية من مختلف المكونات على تمرير قوانين مختلف عليها في جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها الأحد المقبل والمتمثلة بتعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وأقرار مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها المزر أكد أن هناك اتفاقا مسبقا بين رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية على إقرار القوانين المختلف عليها سياسيا في جلسة واحدة لذا قررت إدراج القوانين الثلاثة أنفة الذكر في جلسة الأحد المقبل لفتا إلى أن أعضاء مجلس النواب سيصوتون على هذه القوانين بسلة واحدة وإذا تم رفض أحد القوانين سيتم رفض جميع القوانين وتأجيلها إلى جلسة أخرى